بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من جمعت كل الكمالات فيه وعلى آله وأصحابه وتابعيه يا رب افتح لنا الباب واجمعنا عليك وزد في حبنا لك وحل لنا العقد اللهم أمين أما بعد مشاهدي الكرام سلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله تسعة وتسعين اسماء مئة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة وقلت قبل ذلك معنى أحصاها أي حفظها أو فهمها أو عمل بها عشت معكم قبل ذلك مع لفظ الجلالة الله ومع اسم الله الرحمن الرحيم الملك القدوس واليوم إن شاء الله نعيش مع اسم جديد من أسماء الله مع اسم الله السلام هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن الله السلام سلمت ذاته وصفاته من كل نقص يجب لله كل كمال يليق بذاته سلمت ذاته وصفاته من النقائص وسلم خلقه من كل أذى نحيا باسم الله السلام ونعيش مع اسم الله السلام لننعم بالسلام تحت شعار الإسلام فديننا الإسلام والإسلام معناه مطلق لانقياد معناه لاستسلام والخضوع التام لله جل وعلا أسلمت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين ومولانا يقول في القرآن الكريم والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم سبحان الله ديننا الإسلام وربنا جل وعلا من أسمائه السلام وتحيتنا في الدنيا السلام وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إذا قال لك أحد السلام عليكم فقل له وعليكم السلام ورحمة الله فإن قال لك السلام عليكم ورحمة الله فقل له وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ديننا الإسلام وبعد كل صلاة نناجي مولانا باسمه السلام في ختام الصلاة تقول اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود يا ربنا السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام الجنة فيها دار تسمى بدار السلام جنة الفردوس وجنة عدن وجنة دار السلام أعدها الله جل وعلا للمسالمين أعدها الله جل وعلا لمن تخلقوا بالسلام النفسي مع عباد الله والملائكة يحيون عباد الله في الجنة بالسلام سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين نبينا صلى الله عليه وسلم يخبرنا أننا في الدنيا إذا أفشينا السلام بيننا حصلت المودة والمحبة والوئام والالتئام قال صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم قالوا بلى يا رسول الله قال أفش السلام بينكم تحابوا من أراد أن يحبه الخلائق فعليه بإفشاء السلام وهو سبب رئيسي لدخول الجنة قال صلى الله عليه وسلم أيها الناس أفش السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام وأعظم عطاء من الله السلام لأمة الإسلام أن الله يسلم عليهم في الجنة سلام قولا من رب الرحيم نسأل الله جل وعلا أن يخلقنا بخلق السلام وأن يملأ بيوتنا وبلادنا وأوطاننا بالسلام اللهم آمين وصل الله على الهاد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين شكر الله لكم حسن متابعتكم وسلام الله عليكم ورحماته وبركاته اشتركوا في القناة